حاجة تانية مهمة جداً وحلوة وهي أن النهاردة إن شاء الله برضو هيكون في معاهد لحفلة الكينج محمد مونير والفنانة الشرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس واللي هتكون في دائر الأوبرا المصرية وده في أول ليلة من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العربية للترفيب السعودية والحفلة هتكون لايف على قناوات الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية الحياة وDMC طبعاً مجهود كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أكتر من مستوى في كذا اتجاه وبالتوازي يعني بالتزامن مع دراما رمضان والإعداد لموسم درامي رمضاني مختلف وحقيقي أعلى من سقف طموحاتنا وتوقعاتنا إلا أنه دايماً برضو في حفلات ودار الأوبرا من أول بقى حفلة الأسدزة لحد غيرها من الحفلات اللي هي الهدف منها أنه الناس السميعة تسمع نغم وتسمع كلمة ونرجع تراث مصري طبعاً فحاجة فوق العظمة برضو نعم وإحنا شعب سميع وبنحب المزيكة وبنفهم في المزيكة وعندنا كده بحس المصريين عندنا دايماً حتة كده هي بتهتم قوي بالفن والفرون المزيكة الكلمة الحلوة فإيه أحلى من مونير وشهين عبد الوهاب وماجد المهندس يعني حاجة بصراحة رائعة ومجهود جبار فعلاً من الشركة المتحدة بنحييهم عليه طبعاً كل التحية للشركة المتحدة الحقيقة كمان بنتكلم في إطار الدراما والإعلام والطرب والتراث المصري الأصيل كل دي قوى نعمة وأدرع مهمة جداً في القوى النعمة المصرية كمان الثقافة لها دور مهم والحفاظ عليها مهم ومسؤولية كبيرة الحقيقة كل القائمين عليها